أهلاً وسهلاً بكم خلال هذا اليوم الأول من السنة الميلادية 2024 تميزت الحالة الجوية بظهور ضباب محلي سرعانة ما تقشع في الصباح بمناطق الشمال والوسط الشرقي وبعد ذلك ظهرت الشمس فترات لكن في العشية تراكمت السحب بأغلب الجهات كانت أكثر كثافة بمناطق الشمال الحرارة قصوة تروحت إجمالاً ما بين 16 و 21 وكانت في حدود 14 درجة بالمرتفعات بالنسبة إلى هذه الليلة ستكون السحب أحياناً كثيفة بالشمال مع بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال بشمال جندوبة، باجة وكذلك ببنزرت وتقسم غيم جزئياً ببقية الجهات الحرارة الليلة ستكون في حدود 8 درجات بالمرتفعات وما بين 10 و 14 ببقية المناطق بالنسبة إلى يوم الغد إن شاء الله سحب أحياناً كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال في الصباح ثم سحب عبره بكافة المناطق لكن ستتكاثف السحب تدريجياً بعض الظور بالجنوب الشرقي مع أمطار ضعيفة ومحلية بجهة مدنين والرياح ستكون من القطاع الشمالي غالباً شمالية غربية بمناطق الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب والحرارة ستكون في حدود درجات هذا اليوم بتونس العاصمة في حدود 17 درجة 17 كذلك بقليبيا نابل 17 أيضاً ببنزرت 16 بباجا جندوبة تبرقة 17 بزغوان 15 درجة بسليانا 14 بالكاف 13 بتالة 20 بالقيروان بجهة الساحل ستكون السحب أحياناً كثيفة 18 درجة بسوسة 17 بالمونستير والمهدية تقس مغيم بسفاقس وقارقنا 17 درجة بسيدي بوزي تقس مغيم جزئياً 18 كذلك بجهة القصرين إلا أن الحرارة ستكون في حدود 15 درجة بالجنوب الغربي تقس مغيم جزئياً 17 درجة بقفصة 18 بكل من توزر وقبلي وبالجنوب الشرقي تقس مغيم جزئياً ثم تتكاثف السحب آخر النهار واثناء ليل مع نزول بعض الأمطار الضعيفة والمحلية بشرقي ولاية مدنين بقابس 18 18 بجربة 18 أيضاً بمدنين و17 بتاطوين الرمادة وبأقصى الجنوب بجهة البرمة بالنسبة للملاحة والسيد البحري ستكون الريحة الشمالية غربية بالسواحل الشمالية سرعتها قوية نسبياً مبين 15 و25 عقدة البحر مضطرب إلى محلياً شديد الإثراب بخليج الحمامات إلى منطقة الشابة ستكون الريحة شمالية إلى شمالية غربية سرعتها مبين 15 و25 عقدة والبحر مضطرب إلى محلياً شديد الإثراب وبخليج جابس ستكون الريحة غربية إلى شمالية غربية سرعتها مبين 15 و25 عقدة تصل أحياناً إلى 35 عقدة والبحر مضطرب إليكم الآن التوقعات الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية بين واقشوت صحوب قليلة 30 درجة صحوب قليلة أيضاً بالدربيضاء 20 بالجزائر العاصمة تقص مغيم جزئياً 19 درجة في حين سيكون التقص كثيف السحب بترابلس 18 صحوب قليلة بالخرطوم 30 درجة 22 بالقاهرة مع صحوب قليلة تقص في استقرار بالمدينة المنورة ومكة المكرمة 27 بالمدينة المنورة 29 بمكة صحوب قليلة بمسقط 27 24 بأبوظبي 25 بالدوحة 21 بالكويت وتقص مغيم ببغداد 18 درجة أمطار محلية وضعيفة بالقدش الشريف 16 وصحوب عبر أحياناً كثيفة ببيروت ودمشق 16 بدمشق 19 ببيروت أمطار بإسطنبول 14 درجة صحوب كثيفة برومة 15 صحوب كثيفة أيضاً بمرسيليا 14 في حين ستكون صحوب كثيفة مع أمطار ببريس 12 كذلك بجينيف أمطار 7 درجات 6 درجات ببرلين مع أمطار 18 درجة بمستردام أمطار و أمطار بلندن صحوب كثيفة بمدريد 7 درجات وتقص كثيفة صحوب بلشبونة 17 درجة بالنسبة إلى الأيام القليلة القادمة استقرار ظرفي في العوام الجوية الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية وبالتالي سيكون التقص مغيم جزئياً ببعض الصحوب المرتفعة مع ارتفاع التفير في درجة الحرارة اللي يقصها يكون إجمالاً بين 18 و 21 درجة فوق المعدلات بقليل لشهر جنفي الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية قوية نسبياً قرب السواحل البحر مضطرب إلى شديد الاتراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل هذه الحالة ستتواصل كذلك يوم الخميس بالتالي تظهر الشمس فترات تتخلى لها بعض الغيوم من النوع المرتفع تقص دافئ نسبياً الحرارة ستكون ما بين 18 و 21 درجة لأن الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية ضعيفة فمعتدة داخل البلاد وقوية نسبياً قرب السواحل حيث يكون البحر عامةً مضطرب شرق الشمس يوم الغد إن شاء الله سيكون في الساعة السابعة و 32 دقيقة وغروبها في تمام الساعة الخامسة والنصف والربع عفواً لمزيد من المعلومات أدعوكم لزيارة موقع الواب أو استعمال الموزع الصوتي على الرقم 8840404 مرات أوقات الصلاة اليوم الغد صلاة صوح بداية من الساعة السادسة إلى دقيقة واحدة صلاة الظهر ابتداء من منتصف النهار والنصف صلاة العصر بداية من الساعة الثانية بعد الزوال و 56 دقيقة المغرب بداية من الساعة الخامسة و 17 دقيقة وصلاة العشاء بداية من الساعة السادسة و 47 دقيقة في ختام هذه النشرة أشكركم على المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر